وزي ما تكلمنا في بداية الحلقة النهاردة شهرين تحديداً 50 يوم من الفعاليات الثقافية الفنية الرياضية بعدها شفنا الختام بتاع مهرجان العالمين الجديدة بحفل فني أحياه المطرب ويجزو اللي حفلته يمكن رفعت شعار كامل عدد بعد عدد كبير جداً من الأحداث اللي شاهدناها خلال هذا المهرجان خلينا نتعرف على تفاصيل الختام وحساد مهرجان العالمين من الكاتب الصحفي والنقد الفني علي الكاشوتي صباح الفل اللي منوارنا صباح الخير أهلا بيك أهلا بوصح طيب الحفلة مبارح كانت خطيرة وردنا كده بابس في أول الحلقة عن رد فعل الناس ورد فعل الناس اللي موجودة الشباب كانوا متجننين مش بس كانوا فرحانين بالحفلة مبارح وقعدوا يقولوا احنا جاي من القاهرة مخصوص وقعدوا يختاروا أسامي الأغاني ويقولوا ويغنوا معاهم وكان فيه كذا حد زميلنا رحمون جميل وهو بيسجل معاهم كان صوتهم رايح من الغنى معاه التفاعل الرهيب اللي كان حصل في الحفلة مبارح شوفي هو الحقيقة أنه هو ده مش جديد على الحفلات مهرجان العالمين يعني حضرتنا مجموعة حفلات مختلفة فيه إقبال شديد جدا من كل الفئات الصراحة وده بيخدمه التنوع اللي كان حصل في الفعاليات نفسها ما بين أنه هو اللي بيحب التربي هيلاقي قزم الساهر مجد الرومي اللي بيحب مثلا عمر دياب هيلاقي عمر دياب هيلاقي تامر حسني جليم مختلفين اللي بيحب المزيكة المختلفة أو مشاريع المنسقة المختلفة هيلاقي مسار إجباري وكايروكي وسعاد ماسي وحمزة نامرة فالتنوع ده الحقيقة خدم أغلب شرائح الجمهور سواء اللي بيحب المزيكة المغيرة أو اللي بيحب التربي الطبيعي بتاعنا ويجز طبعا ليه شعبية كبيرة جدا وهو يعني دير السنة التانية على التوالي بيحيي حفل الختام ودايما بيكون ليه مزاق مختلف لأنه هو الشريحة العمرية اللي هي بتحبه وبتبع أغانيه مختلفة يعني ليهم دماغ مختلفة في المزيكة ليهم دماغ مختلفة في الأغاني بيتفعلوا مع وجز بشكل مختلف فعشان كده كان فيه حجم جماهير عريض إيه اللي تخلى الراب ياخد المساحة دي في مصر وياخد أيضا المساحة دي عنده مهور الشباب في الوقت ده ويمكن شوفنا ده كمان في حفلات مهرجان العالمين إيه اللي مخلي الراب ينتشر بهذا الشكل؟ شوف هما بيتكلموا بلهجة أقرب لللهجة اللي الناس بتكلم بها في الشارع يعني الشريحة العمرية دي لها مصطلحات يمكن إحنا بنسبالهم عجزنا شوية فممكن بيبقاش فهمينها لكن هو متوجدين في الشارع بشكل كبير بسبب المزيكة اللي بيستخدموها مختلفة عن المزيكة الشارعية بتاعتنا اللي احنا تعودنا عليها المصطلحات اللي بيغنوها برضو بمصطلحات من الشارع فبالتالي هما قادرين يتواصلوا بشكل كبير مع هذه الشريحة هيمكن أعتقد أن المطلبين التاني بقى محتاجين هما كمان يقدروا يلاقوا حلقة تواصل أو طريق التواصل بينهم وبين أجيال جديدة عشان يلاقلهم الساحة في الفترة اللي جاية أن هما يبقى في جزء عندهم اللغة دي طيب العالمين واحد مختلف عن العالمين اتنين النسخة الأولى كان مختلف عن النسخة التانية احنا غطينا النسخة الأولى وغطينا النسخة التانية وتابعنا نجاح المهرجانين شايفين اختلاف كان كبير في النسخة التانية عن النسخة الأولى شوفي هو طبعا المهرجان العالمين في النسخة الأولى برضو نجح بشكل كبير ولكن في الدورة التانية حصل استفادة كبيرة من الخبرات اللي تم تكوينها في تنظيم المهرجان الدورة التانية بتختلف بأن هي أكتر تنوعا يعني المهرجان العالمين السنة دي كان تحت مظلته ست مهرجانات مختلفة ما بين مهرجان نبتة للأطفال ما بين مهرجان الطعام ما بين مهرجان الترفيه ما بين مهرجان الرياضة ما بين مهرجان المسرح فالتنوع الشديد ده خلى فيه فرايتي متاح داخل الأسرة الوحدة يعني الأباء والأمهات اللي بيحبوا الأغاني التربية هيلاقي مهرجان الموسيقى والغناء بيقدم لهم زي ما قلت حقا كده كازم الساهر مجدرومي وغيرهم الشباب اللي هم الأظهر شوية هيلاقي عمر الدياب هيلاقي تامير حسني هيلاقي حمزة نامرة حتى الأجيال الجديدة اللي هي ممكن نقول عليهم جيل المرهقين هيلاقي وجزة هيلاقي كايروكي مصر إجبالي وغيرهم طوليت طوليت طبعا حتى لو فيه حد في الأسرة من زويل همم هيلاقي فيه فعاليات زويل همم وفيه ملاعب مخصصة ليهم يقدروا يستمتعوا بيهم يستمتعوا بالفعاليات بتاعتها الأطفال هيلاقي لهم مهرجان نبتة فالتنوع اللي حاصل ده كان بيخدم كل الشرايح العمرية اللي موجودة اللي تقدروا تشارك في المهرجان وتستمتعوا بالفعاليات فبالتالي كل ده صب في مصلحة الجمهور في الآخر طيب سنة تانية مهرجان الهدف الأول هو توطين أكبر عدد ممكن من الناس في مدينة العالمين الجديدة بحيث أنها ما تبقاش مجرد يعني مصيف تبقى مدينة فيها ناس في الشتاء وناس في الصيف زي اسكندرية يبقى مدينة تحية طول السنة إلى أي مدى نجح المهرجان في ده والله أنا يعني زورت المدينة وتجولت فيها بشكل كبير سواء بالماشية أو بالعربية لما بتشوف على أرض الواقع حجم الإنشاءات اللي حاصل وحجم مدينة عالمية طب مدينة عالمية بكل المقايز والحقيقة أنه يعنينا فترة طويلة جدا أنه كان السحل الشمالي كله بيشتغل طوال العام ثلاث شهور فقط وكان فيه ناس على فكرة من قبل العالمين بتروح في الشتاء وبتحب تعيش هناك وتقول لك طب ما يعني ما تختلفش كتير رغم الأجواء الشتوية لكنها كانت بتجذب ناس يعني صحيح بس بقى كانت مشكلة في أنه هو دي أسر ما عندهش التزامات أي لا مدارس ولا معاشات أو واخد أجاء صحيح المختلف في مدينة العالمين إن هي مدينة مستدامة فيها جامعات فيها هيئات حكومية فيها فنادق فيها أعمارات سكنية فيها خدمات طول السنة الشغل داير فيها فبالتالي إذا هيروح يستقر هناك مش هيحس أنه نقصه حاجة أو مش هيحس أنه هو معزول أو يعني زيما مثلا لو حد بيروح يقعش في قرى سجاحية في فضحة الشتاء يا دوبك لو فيه سوبر ماركت شغال فده يبقى خير وبركت خير الدول فوجود المدينة بهذه الاستدامة هو دا هيخلق مجتمع متكامل يعيش طول السنة بالإضافة طبعا المدينة تم تصميمها ببنية تحتية مختلفة يعني مدينة من مدن الجيل الرابع فبالتالي هي قادرة على استقبال أي فعاليات ضخمة بحجم مهرجان العالمين فيها يعني كل ما تحتاجه أي مكان عشان تنظم فيه فعاليات أو حفلات أو مهرجانات مختلفة طيب لما نيجي نقول إن المهرجان كان بيكلم الناس فجأة كده الناس نسيتهم يعني جيل التمانينات والتسعينات دا يعيني فجأة بقى كبير وهو أصلا مش حاسس إنه كبير ففكرة إنه عمل أغاني التسعينات ولم في حفلة واحدة في اليوم واحدة هذا الكم الكبير جدا يعني كل اسم الواحد وكان يشيل حفلة الواحدة صحيح فكون إنهم يقدروا يعملوا التجميعة دي كلها في نفس اليوم بالتوقيت دا وكل واحد يظهر ويبين وأغاني وموجود أعتقد دا كان السبب الإقبال الرهيب اللي شوفنا هو طبعا النجوم التسعينات هم ليسوا نكملين معنا فبس إحنا دائما بنصفهم بنجوم التسعينات لأنهم كان عصرهم ادها بفترة التسعينات والأغاني اللي كانت مختلفة عن اللي كان بيتقدم قبل كده الحقيقة حفلة التسعينات من أهم الحفلات التي تقدمت في مهرجان العالمين وجمعت برضو جمهور كبير كانت الحفلة فيها تفاعل كبير لأن احنا دائما بنميل لنستالجيا يعني دائما بنرجع لزمن فات لأن احنا كنا فيه لسه أظهر شوية فكنا بنسمع أغانيهم في ظروف مختلفة فهي أصارت فينا لشجن كده عشان كده كان فيه إقبال كبير جدا ساعتها وهم الحقيقة أصحاب ريادة في شكل المزيكة في الفترة دي كمان حميد الشعيري كان يعني من أهم الملامح الخاصة بالفترة دي وقدم لنا أجمل الأغاني صراحة صحيح صحيح المسرح كان ليه نصيب كبير في مهرجان العالمين وشوفنا أشرف عبد الباقي شوفنا كريمة عبد العزيز وشوفنا إقبال الناس على المسرح الناس هتشانى مسرح يعني احنا عدى فترة كده مسرح كانت رقم واحد في الموضوع ده الزعيم وكان سمير غانم وبعد كده حصل فجوة كده ما بقاش غير للأسف الشديد مسارح صغيرة يعني أو مسارح الدولة لكن مرة واحدة بيرجع المسرح التاني يتنفس ينتعش طبعا هو فيه يعني اهتبام كبير جدا بالمسرح وبمهرجانات المسرح في الفترة الأخيرة يمكن هو المسرح الجمهور غاب عنه فترة لأنه كان أغلب النجوم بقوا اتجهوا للسينما وبقى تذكارة السينما أرخص كتير من تذكارة المسرح والأسرة الواحدة تقدر تروح تحضر بسعر تذكارة واحدة من المسرح تحضر عرض فيلم لحد من النجوم الكبار فبالتالي الموضوع كان حسب اقتصادية حاليا في الفترة الأخيرة فيه اقبال كبير على المسرح وفيه اهتمام كبير بالمسرح لأن بقت فيه تجارب مختلفة وبالأسعار تذكار معقولة تقدر الأسرة تاخد بعضها كلها وتروح يعني مثلا خالد جلال بالحفلات بالعروض اللي بيعملها في مركز الإبداع بمسرح الهناجر مثلا بتلاقي فيه مسرحات كتير لطيفة جدا ومحببة للجمهور وفيه منها عروض مجانية مهرجان العالمين لقط الخيط وشايف أنه مهم جدا أنه هو يرجع تاني المسرح بشكل جير ويدي له اهتمام كبير وعشان كده كانت أول عرض مصرحي كان مسرحية الشهرة ومصرحية الشهرة ما نقدرش نقول عليها أنها واحد من نجوم الكبار كلها شباب تحت قيادة المخرج خالد جلال وأغلبهم خرجين مركز الإبداع أو لسه في المركز وقدموا عرض مبهر الحقيقة كل اللي شايفه كان بيشيد به وفكت كمان أن المهرجان بيعتمد على الشباب أو بيدعم الشباب أنه يفتتح مهرجان كبير للمسرح داخل مهرجان العالمين بعرض مصرحي لمجموعة من الشباب ده في حد ذاته رسالة مهمة جدا لأنه المهرجان ما هوش مهرجان شايخ بالعكس ده هو مهرجان بيدور على المواهب التوزجة طبعا المهرجان كمان لقى أجبال كبير سواء بعروض مثلا كريم عبد العزيز السندباد أو البنك سرقول أصرف عبد الباقي كريم محمود عبد العزيز أو حتى أمي سمير غانم وحسن الرداد في مصرحية التلفزيون وغيرها بقى مهرجان مصرح في العالمين شفنا فيه تنوع كبير برضو ما بين العروض الكوميديية ما بين العروض الاستعراضية ما بين حتى العروض اللي هي فيها رقص معاصر يعني برقه حية برضو كان من أهم العروض اللي شاركت عريس البحر وكلهم كانوا برضو مواهب شابة ما نقدرش نقول إنه هو فيه نجم كبير هو اللي بيدير المصرح أو العرض المصرح كان فيه فعاليات رياضية دمها خفيفة وفيه فعاليات رياضية تانية بطولات كاملة أقيمت يعني فكرة إقامة البطولات في مدينة زي مدينة العالمين وإحنا يبقى عندنا المدينة شغالة طول السنة بيقام فيها بطولات واستضافات ويمكن مقدمة يعني مستقبلا نقدر نستضيف بطولات عالم مثلا فيها بالإضافة بقى الفعاليات اللي طفقت على الكرة محمود وشعر بقى كان فيه حاجات كتير وإن الناس يجي تشوف النجوم هم متعودين يشوفهم في الكرة بيلعبوا بادل ونجوم يقدروا يلعبوا معاهم عادي أعتقد دي كان حاجة يعني دمها خفيفة أكيد طبعا يمكن أنا كداما بقول إنه هو مهرجان العالمين لأحد ينام يعني طول الوقت يعني الصبح فيه أنشطة رياضية على الشط فيه أنشطة في السماء أنشطة في الميا بالليل فيه حفلات فيه مصرح فيه مهرجان نابتة طول الوقت فيه يعني الجمهور أو زوار المدينة منشغلين في فعاليات لطيفة وفعاليات متنوعة حتى كمان وزارة الثقافة كان لها مشاركات كبيرة جدا سواء بعروض زي عرض الليلة الكبيرة أو الفرق الموسفقية والغنائي اللي شاركت أو حتى العروض الاستعراضية اللي احنا شفناها في البرومو حقيقي لما بتستعيدي تراثك وتشوفيه بشكل مختلف بتحسي قدقيه لنى مصر يعني تاريخها الموسيقي والغنائي ممتد يعني من من أصغر قرية في مصر الأكبر مدينة فيه تراث وفيه غنى وكل محافظة لها ستايل مختلف في مزكتها وفي رقاصتها الحقيقة التنوع ده احنا عندنا ثراء كبير جدا يعني في قوتنا النعمة صحيح في دول كتير جدا خصوصا في أمريكا اللاتينية بتعتمد بشكل كبير على سياحة المهرجانات ودي بالنسبة لها جزء أصيل من ثقافتها ومن تجربتها ومن اقبال السائحين عليها لو ليك كلمة يا أستاذ عالي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعايز توجيه لها يعني كلمة وتقولها عايزين نعمل مهرجان في الشتاء ترشح مدينة ايه شرم الشيخ الغرداء أسوان ايه المشتة اللي ترشحه انه هو يبقى يعني يستقبل مهرجان شتوي على غرار مهرجان العالمين الصيف والله ده هيزود علينا الشغل بس هو الحقيقة ان احنا يعني مصر لو تبص على أغلب المحافظات اللي هي فيها حركة فنية هتلاقي فيها مهرجانات يعني لأسر أسوان اسكندرية قاهرة حتى دلوقتي في الغرداء و في كذا ماشتة بيعتبر يعني قبلة أولى للمسائحين في العالم طبعا الأسر وأسوان يمكن أكتر الأماكن اللي تعتبر كماشتة هتبقى فيها أجواء لطيفة جدا بالإضافة برضو لأنها عندها ثراء على مستوى السياحي المتنوع ما بين النيل وما بين الأماكن السياحية والأسارية وغيرها أعتقد أنه يعني لو تم إقامة نسخة تانية من العالمين أو على غرار العالمين في أسوان هيبقى فيه إقبال كبير جدا بشكل مختلف وتمنى بقى أنه يلتحق بيه جزء مهرجان سينيمائي هو كده كده فيه مهرجان سينيمائي أعتقد أنه مفلام المرأة صح؟ يعني فيه طبعا وفيه مهرجان الأقصر للسينما يعني مهرجان العالمين أنا كنت أحب أنه يبقى فيه برضو مهرجان للسينما صحيح يبقى فيه عروض بريمير لأهم الأفلام الموجودة في الـ موجود لأهم نجوم السينما العالميين جوا بالضبط ده حيان الأفكار كتير ونتمنى أنه هو الخبرات اللي برضو تم اكتسابها في الدورة التانية يتم استفادها بيها في الدورة التالية لا لسه في سنة تانية مهرجانات يعني برضو لسه قدامنا عندنا إحنا بنرب كوادر أعتقد أنها تجربة سرية يعني للجميع بس في العالمين يعني الحقيقة أنه إحنا عندنا كوادر في مجال المهرجانات من سنين طويلة يعني من أوائل الناس في العالم كله في العالم اللي عندها مهرجانات قديمة زي مثلا مهرجان القاهرة ومستمرة ومستمرة غير أنها قديمة الاستمرارية والدورات المتعددة ولكن أنا بحسنى مهرجان العالمين هو ملو الشبه يعني أنه يبقى فيه فعاليات على مدار خمسين يوم بهذا التنوع ملو الشبه حتى في العالم كله يعني الناس كلها حولين العالم تلاقي مهرجانات متخصصة أكتر في مزيكة في مصرح في سينما في غير ولكن هو مهرجان سياحي إحنا بنقول للناس تعالوا زرور بالضبط كده صحي كده ولا إيه يعني هو أكتر من فكرة المهرجان سياحي لأن أنت قوتك النعمة في حد ذاتها ده دليل رسالة مهمة يعني أنا دايما كنت بقول أنه هو تحويل المدينة العالمين من أرض للألغام لمكان سياحي بهذا الشكل مكان قبل لكل العالم دي رسالة على إرادة المصريين في أنهم قادرين على تحويل كل ما هو سلبي لشيء إيجابي بشكل كبير صحيح صحيح علي الكشوتي النقد الفني إحنا سعيدنا بوجودك معنا شكرا لوجودك شكرا جزيلا لك